بيقول كم مرة غسلوا رجلين السيد المسيح هل مرتين ولا ثلاثة ولا الموضوع الطيب مش كل مرة كان غسيل الرجلين فمرة من المرات سكبته على رأسه أغلب المفسرين بيقولوا it happened like three times في واحدة related لمريم أخت العازر وفي واحدة لما غسلت رجليه وهي بتبكي دي المرأة الخطية بتاعت يحنى السبعة اللي بنصليها في نص الليل اللي منكم بيصلي نص الليل وفي واحدة ساعات يقولوا هي أخت العازر ولا مش هي بتاعت أربعاء البسخة فأربع البسخة بتتحكي حكاية بس ما بيتقلش فيها مريم فكتير يقولوا هم تلات البعض بيقول لا دول اتنين بس أولا ده كان تقليد أو تصرف معروف في البلاد أنه الشخص المهم قوي يجبوله هدية غالية ويعطروا البيت يعني يدلقوا الطيب ده كنعمة ترحيب عشان كده المسيح لما عاتب سمعان الفريسي قالوا أنا دخلت بيتك وبدهن لم تدهن رأسي إذن واضح أن دهنة الرأس دي كانت يعني حاجة من الترحيب بضيوف الغالين فهي طبعا عملوا كده بأكتر من طريق المرأة الخاطئة كسفت تعمل كده نحساسها بالخطية فغسلت رجليه بالطيب باكت على رجليه وغسلت رجليه بالطيب بس هي أوريجينالي كانوا يدلقوا الطيب على رأس العريس أو رأس الشخص المهم فيت هابن مور دان ونس لوأ كان فين أثناء كتابة الإنجيل محدش عارب بالضبط بس لوأ أغلب القديسين الأوائل بيقولوا ده كان تلميذ بولس ولوأ من أول إصحاح 16 أو 17 في سفر الأعمال كان ملازم للقديس بولس بالذات من 18 وطالع واضحة أول ابتدى يقول روحنا وجينا وتمسكنا وتسجننا يبقى هو كان included في الأول كان بيحكي history هو مش related لي بعد كده ابتدى يحكي وهو جزء من القص قديس لوأ هو اللي كتب سفر الأعمال فده يورينا أنه هو تتلمز على القديس بولس يترى كتبوا فين بالضبط هو يعتقد أنه كتبوا في نهاية الستينات أو أول السبعينات وبعض الأباء يقولوا بعد ما استشهد القديس بولس القديس بولس ده زي كان أبو الروحي وبايداوي الفيلم الموفي اللي نزلت الفترة الأخيرة دي اسمها سان بول أنا شفتها فيلم رائع جدا وضقيق إلى درجة شديدة نادرا ما السينما العالمية بتعمل أفلام دقيقة روحيا الموفي ده أتمنى كلكم تشوفوه لأنه expressing الأحداث بطريقة محترمة قوي وقريبة قوي لواقع سفر الأعمال والرسائل فده يعني كويس قوي أن الدنيا إحنا عندنا في مصر كانت نزل في السينمات كلها فكاد فرصة أنه غير المسيحيين يدخلوا السينما يعرفوا مين بولس وبيقول إيه فكاد يعني حاجة مش متعودين عليها في بلادنا يعني فالقديس لواء كتب إنجيلو يعتقد في أول السبعينات وبالتالي القديس بولس كان استشهد وبعدين كتب بعديها سفر الأعمال عشان يحكي أحداث بولس البعض بيقول لا لواء كتب قبل ما بولس يستشهد لأن سفر الأعمال ما بيوصلش لغاية استشهاد القديس بولس ففي أكتر من رأي هنا لكن متأكدين أن القديس لواء هو اللي كتب إنجيلو أو كتب سفر الأعمال نفس الأسلوب نفس الشخصية نفس اللغة لكن هو محضرش بنفسه حياة المسيح طبعا فيه رأي آخر بيقول أنه من السبعين رسول لكن الرأي الأقوى بيقول أنه تلميذ بولس هو آمن على يد بولس ليتر عن مش في حياة المسيح نفس ده اللي خلاه يبدأ إنجيلو لما بيقول إذ قد تتبعت بالتدقيق كل شيء تتبعت بالتدقيق يعني هو هذا هستوريا يعني كمؤرخ كان يلف ويقعد مع العدرة وياخد منها داتا يقعد مع بطرس ويسمع منه حكاياته لكن he was not there ما كانش ماشي غير مرقص مثلا غير متة دول كانوا حاضرين حياة المسيح يعني بعنيهم يعني إنما القديس لواء يعتقد إنه جمع المعلومات دي بدقة شديدة لأنه كطبيب كان يتسم كمان بالدقة وبالفن في التعبير قديس لواء لما يعرض حاجة تحس إنك وتتفرج على فيلم يعني ما تقرأ قصة الإبن الضالي you can easily imagine the story غير لما تقرأها في أي إنجيل آخر لأن القديس لواء عنده قدرة أدبية على نقل الحكاية سفر الأعمال تحس إنك وتفرج على فيلمه برضه لا طبعا إحنا ده ما يلغيش إن الروح القدس هو اللي سايق كل الكتاب سؤال كمان بيقول الصلاة أثناء الأزمات إزاي تدي سلام هو ده ممكن يكون نوع من أنواع التشويش علشان ما فيش حل أقصد passive solution الصلاة بتعمل حاجات كتير لما يكون فيه مشكلة أول حاجة الصلاة بتعملها تحط في قلبك شوية سلام حتى لو المشكلة ما تحلتش ثانيا الصلاة بتزود إيمانك ثقتك في ربنا فحتى لو المشكلة ما تحلتش you feel better بتقدر تسلم أكتر لأن إيمانك بيزيد بالصلاة حاجة كمان الصلاة ممكن تسرع بالاستجابة يعني لو ربنا شايف إن ده مناسب الصلاة تجيب استجاب ممكن ربنا يوافق عالطلب ويجاوب ويعمل معجزة كمان كمان الصلاة مش بس تدي سلام وتزود الإيمان وتجيب استجابة الصلاة عموما ممكن تغير أمور أخرى أنت ما طلبتهاش في الصلاة يعني إيه؟ يعني يقولوا الأباء لما واحد يكون بيصلي بحرارة قوي عشان موضوع معين ربنا ساعات يطول ويسيب الموضوع ليه؟ لأن الحرارة دي بتنظف حاجة في قلبك وإنت مش شايف فبتكون بتجيب نتيجة مفيدة قوي إن مثلا جواك كبرياء الكبرياء ده عمال يروح لأنك مأهور وبتصرخ في الصلاة فربنا يفضل سايب الموضوع شوية عشان يعالج الكبرياء اللي جواك فيكون ربنا بالصلاة بيعالج حاجة أنت مش شايف أنت مش واخد بالك منه عشان كده الإنجيل قال لازم تصل كل حاجة صل الصلاة بتعمل كل اللي أنت ما تقدرش تعمله بتنور عقلك بتوسع قلبك بتديك سلام بتشيل منك الحزن بتعلمك الثقة في ربنا بتلاقي الحياة أسهل بالصلاة كمان بتجيب لك أجمل حاجة لغاية عندك بتفعل إرادة الله إرادة الله صالح فلما بتصلي بتقوله يلا يا رب اعمل اللي أنت عاوز اللي هو عاوزه ده بيطلع أحسن حاجة فالصلاة بتخليك تقبل كل اللي بيحصل وده طبعا نعمة كبيرة ربنا يسوع قال لا تحمله كيس ولا مزود ولا سيف وبعد كده لا بصه فيه أكتر من مرحل لما المسيح بعت التلاميذ أول مرة ينزلوا القرى ما كانش عاوزهم ينشغلوا بأي حاجة ففي أول إرسالية قال لهم لا تحملوا شيء عشان ما يطلخبطوش عاوزهم يركزوا على الوعظة توبوا وعلى شفاء المرضى وإخراج الشياطين قبل ما يصعد المسيح قال لهم المرة اللي فاتت لما بعدتكم احتكتوا حاجة قالوا له لا قال لهم المرة الجاية اعملوا حساب للرحلة فابتدى يقول لهم ايه يعني ممكن تهتموا شوية باحتياجاتكم يبقى كان بيعلمهم دروس الدرس الأولاني ما تفكرش في حاجة الداني بعد شوية خبرة لا كمان ما فيش مانع تتعب وترتب للمشن بتاعتك فده درس غير ده فمرة قال ما تعملوش حساب حاجة خالص ومرة ابتدى يقول لهم خدوا حاجتكم معاكم في المرة اللي قال فليبع ثوبه ويشتري سيفا طبعا دي عاملة أزمة ليه لأنه في ناس بتفهمها بطريقة حرفية إن المسيح وصى إن الواحد يبيع هدومه ويجيب سيف أزئف يعني إن المسيح بيشجعنا نمسك سيف يباني إن بعدها على طول لما بترس مسك السيف أو قطع ودن العبد ربنا يسوع انتهره بشدة وزعل منه وقالوا اللي ياخد بالسيف بالسيف يؤخذ وعالج اللي هو عمله فيبقى واضح إن المسيح ما يقصدش السيف حرفيا المفسرين الأباء الأدام اللي يميلوا للحرف قالوا السيف بيبقى ضروري أثناء الطرق لأنه بتطلع حيوانات مفترسة أو حشرات ساعات بيبقى السيف ضروري عشان كده لما قالوا له عندنا سنة قالوا هم كفاية إنما أغلب أباء الكنيسة فصروا الموضوع بطريقة روحية قالوا يبيع توب ويشتري سيف لأن المسيح ذكر أكتر من مرة أهم حاجة كلمة ربان وتلقواه في أكتر من إنجيل أو من أكتر من رسالة إن سيف الروح الذي هو إيه كلمة الله جاية في قفاس الستة جاية في رؤية واحد جاية في العبرانيين إذن كلمة سيف في لغة المسيح كان يقصد بيها إيه سيف الكلمة فقال لهم ده الواحد يبيع هدومه ويبقى معاه سيف الكلمة يعني بدل ما تفكر منظرك إيه وشكلك إيه فكر وانت طالع مشا معاك كلمة شكلها إيه هتقول للناس إيه يبقى كلمة ربنا هي السيف اللي معانا واضحة فهنا لما فهموها هم بطريقة حرفيا وقالوا له عندنا سيفين قال لهم كفاية بعض القدسين فهموها على إنه كفاية أنتوا مش فهميني هذا يكفي مش معناه إنه سيفين يكفوا 12 تلميذ معناها ما فهمتونيش أنا بتكلم في سيف تاني فإيه سكت على كده لغاية بعد القيامة يشرح لهم بالتفصيل إنه القوة في السيف بتاع الكلمة سؤال كمان ربنا يفرح قلبك اللي يبعت سؤالي يبعته مفتوح وخلاص إذا كان ربنا خلق كل شيء حسن وحسن جدا السؤال من أين جاء الشر كويس وبمعنى من أين دخل الفكر الشري للملايك أقول لك اللي القدسين قالوا لأنه فهم الإنجيل في الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية والكاثوليكية عموما يعود لفهم الكنيسة الأولى وللقدسين لا يعود للاكتهاد الشخصي يعني مش كل واحد يفسر بمزاجه وإلا هنطلع مية تعقيدة فالتفسير الأبائي مرجع مهم القدسين قالوا ربنا خلق كل الدنيا خير خلق أرواح الملايكة وخلق بعد كده البشر في مرحلة أخرى ليهم أكساد الملايكة ملهمش أكساد الأول نكلم عن سقوط البشر البشر سقطوا بسببين حرية إرادتهم وغواية الشر غواية الحية فاكرين احنا بنقولها في العدس إزاي عندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة منقولها كده في الأدس الإغريغوري منسوب للقديس إغريغوريوس سقط بصوا التعبير بغواية العدو يعني الشيطان أغوا وكالفة الوصية يبقى ده الدور البشري يبقى الإنسان أخطأ والشيطان سعده يغلط ربنا مش هو سبب الشر في الأدس البسيلة نقول هزاي نقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس يبقى الشيطان متسبب في الشر لكن الإنسان برضو كان عنده إرادة ممكن يقول أو ممكن يقول لا إذن الشيطان والإنسان عملوا الشر الشر صناعة مشترك شركة بين الشيطان والإنسان ربنا مش هو سبب الشر لأن الله صنع خيرات طبيعته خيرة مفوش شر طيب ماذا عن الملائكة كيف دخل الشر عالم الملائكة ده سؤال محير هنا أباء الكنيسة القديسين المليانين بالروح القدس قالوا مع أن الملائكة كانوا أرواح ملهمس أكساد لكن في حاجة اسمها الزات أو الإيجو بمعنى مع طبيعتهم الملائكية ممكن واحد فيهم زي ما حصل ذاته تشغله عن ربنا من غير غواية من غير حد من بر لأن الزات دي هي الكيان فالملاك الليس مشتان بعد كده فكر أنه ممكن يبقى مطرح ربنا هنا ما جاتش الفكرة من بر وهي دي الفكرة اللي لعب بيها على آدم بعد كده لما قال لي حوى إيه تصيران مثل الله لأن دي الفكرة بتاعته هو هو قال أصير مثل الله فلما فكر في اتجاه أنه هو ياخد مكان ربنا دي ما كانتش فكرة من بره فقط دي فكرته هو من جواه وربنا سمح بكده ليه عشان يبقى فيه اختبار للإنسان الإنسان لو كانت الدنيا كلها حواليه ما فيهش ولا غلطة يبقى ما فيهش اختبار لحرية الإنسان يبقى الإنسان مصير مجبر على الصح إنما وجود وصية ووجود إغواء أو إغراء كده معناه فيه امتحان للحرية فيه اختبار للحرية يبقى الإنسان إما يختار صح أو يختار غلط واضحة صعبة شوية خلص مش مهم ما تفكروش في الموضوع أنتوا يعني ما يشغلكوش الشيطان كتير ولا إيه يعني خلينا في نفسنا يعني why is second baptism in adulthood is wrong and sin there is no second baptism simply لأنه الأباء برضو قالوا كده ربنا يسوع مات وقام مرة واحد يبقى كل واحد فينا بيتعمد مرة واحد لأنه الواحد بيموت ويقوم مرة طب لما يغلط بعد المعمودية زينا كلنا التوبة هي لمطرح السكن بابتزم يبقى بدل ما نتعمد كل يوم بنتوب كل يوم لكن هي معمودية واحدة لي لأني مدت وقمت مع المسيح زي الآية اللي عندكو في الغلاف من ورا دفنا معه في المعمودية التي فيها أقيمنا أيضا معه طالما المسيح مات وقام مرة يبقى نتعمد مرة فالمعمودية لا تكرر إلا معمودية أعملوها الهراطق في الأجيال الأولى لما كانت الكنيسة تصارع مع مثلا أريوسيين أريوس لا يعتبر هو وشعبه أنه المسيح ربنا يبقى المعمودية اللي اتعملت على أديه باطلة لأن احنا بنعمد باسم الآب والابن والروح القدس هو الابن بالنسبة له غير مساوي للآب إذن المعمودية دي مش مظبوطة فحاجة اسمها المعمودية الهراطقة تعاد لكن أي معمودية اتعمدها الإنسان بإيمان ثلوسي مقدس مش مفروض تتعاد إنما التوبة هي امتداد المعمودية لما الواحد يغلط يرجع يتوب عشان يجدد مية المعمودية كنيزة علمتنا نسامح اللي غلطه في حقنا حتى لو لم يعتذره ما تفسير الآية إن أخطأ إليك أخوك فعاتبه وإنتاب فاخفر له هل إذا لم يتوب ويشعر بخطأه لا نسامحه لا اقرأ بقية النص في متى 18 حكاها المسيح قال أخوك غلط فيك عاتبه يمكن يسمع لك يبقى كسبته ويمكن ما يسمع لكش لو سمع لك كسبته كويس لو ما سمع لكش خد واحد معاك تاني يعمل خير ما سمعش للتاني خد الكنيسة يعني خد أبونا بقى خد سلطة ما سمعش للكنيسة فليكن عندك الوسني والعشر إيه موقفنا من الوسني والعشر نبعد عنهم بس نحبه فاهمين الفكرة بس ما نقدرش نعيش معاهم ما نقدرش نعشرهم لأن خلاص دول اتجاههم بغلط فليكن عندك الوسني والعشر افرد ليك أخ عتبته ما قبلش وهو سرأك أو ظلمك خدت واحد تاني يعمل سلام رفض قلت لأبونا أبونا حاول يرجع السلام بينكم وهو الجاني مش أنت الجاني لو أنت الجاني تعتذر مستعاتب لو أنت الجاني لو أنت الغلطان الكلام ده ما يخصك لو أنت الغلطان يبقى لازم تعتذر وتتودد عشان ترجع السلام لكنها بعتبرك مظلوم ما سمعش منك ولا من أبونا ولا من أخونا ساعتها خلاص أنت هتعملها هتكبره على محبتك مش في إيدك فليكن عندك الوسني والعشر يا رب هديه يا رب نور عقله لكن أنت ما بتكرهش بس مش هينفع يبقى أريب ليك قوي لأنه هو نفسه رفضك فيبقى ربنا دعانا في السلام آخر سؤال عشان ما تزهقوش ليه المسيح حرس في ظهوره بعد الإيامة لإثبات إيامته مع أنه قال طوبة للذي آمن ولم ير صدقني الموضوع ده اليومين دول كمية تشكيك في إيامة المسيح في العالم تخليك تعرف ليه المسيح له المجد أصد أنه يظهر بأشكال مختلفة ويؤكد قيامته مرات مختلفة لأن النهاردة واحدة من أهم قضايا التشكيك في المسيحية التشكيك في الإيامة يقول لك ما المسيح تسرق مين قال أنه قام مين شافه طب ما دول الناس بتوعه بيقولوا شفنا عشان يأكدوا القصة طب لما ظهر له خمسمائة واحد بقت حجة قوية أخذين بالكم لما ظهر لتلميزاء عمواس بقت حجة قوية لما ظهر أكتر من مرة للتلاميذ في أكتر من مكانه لما توم كان غايب ومرة كان حاضر ومخصوص قال له هات صبعك وحط إيدك يبقى كل دي أدلة وإثباتات أن الإيامة حقيقية مش خيالية مش ناس ألفت القصة فربنا أصد وده اللي قايله القديس بوليس في كورنسوس الأولى 15 قاعد يحط إثباتات كتير قوي أن المسيح قام بجد وضمن الإثباتات قال ظهر لي أنا نفسي لأنه بوليس شاف المسيح بعد إيامته فحطاها كمان ضمن الإثباتات وقال كأنه للسقط ظهر لي أنا أصغر جميع الرسل أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسوله فإثباتات القيامة لأن القيامة أخطر حدث كان لازم تعلن وتؤكد بشكل منطقي عشان ما يجيش الناس تشكك وطبعا الناس طلعت تشكك بعد كده بصوا إحنا في المؤتمر ده هنتعلم ترتيلة جديدة ترتيلة دي مخصوصة للمؤتمر هي عملتها واحدة خادمة عندنا في مصر فنانة تكتب كلام حلو وهي اللي بتعزف وهي اللي بتعمل كل حاجة وإن كان ربنا يعني حرمها من النظر إنما هي اللي بتعمل أغلب الترتيل بتاعتنا زي يا رب وأعمل والحاجات دي هي هيدي اللي عملها الترتيلة دي اسمها وهتبقى حياتنا في جديدة مرتبطة بالموضوع والموسيقى بتاعتها جميلة وأظنك هتحب الترتيلة موسيقى ما هي تبقى حياتنا في جديدة دماء كله ما تنزق خلاص وإلم ليالنا هي أنجاد عرباً للسنة كلنا أشواء ولا تبقى حياتنا في جديدة دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم ليالنا عرباً للسنة كلنا أشواء أعمال بينا وعمال فينا احنا سود لاسمك يا قديمة هي حياتنا في إيدك وحد بسالة حر هنعيش المجدك أعمال بينا وعمال فينا احنا سود لاسمك يا قديمة هي حياتنا في إيدك وحد بسالة حر هنعيش المجدك ما هي تبقى حياتنا في جديدة دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم ليالنا عرباً للسنة كلنا أشواء وتبقى حياتنا في جديدة دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم نياه أنجب عرباً للسنة كلنا أشواء مفائلين لكن مش يائسين مطروحين لكن مش هالكين بإيديا سعادة المسكين ده اللي وعدنا ده وعد أمين مفائلين لكن مش يائسين مطروحين لكن مش هالكين بإيديا سعادة المسكين ده اللي وعدنا ده وعد أمين في جديدة دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم في جديدة دماء قلوبنا كنزة ده اللي وعدنا دماء قلوبنا كنزة كلنا أشواء احنا عيشين بجنك بينا لا سلطان للمتعالين مهما طالب للحوالين شمس إلهنا ها الدولين احنا عيشين بجنك بينا لا سلطان للمتعالين مهما طالب للحوالين شمس إلهنا ها الدولين ما تبقى حياتنا فيه ولبنا كنزة خلاص وإلم هلا الليالين عربوا لسما كلنا أشواء وهتبقى حياتنا فيه جديدة دماء قلوبنا كنزة خلاص وإلم الليالين يا أنداء عربوا لسما كلنا أشواء هنقولها كذا مرة في المؤتمر لغاية ما تحفظوها هي كلامها كله من الإنجيل والمعاني جميلة وبتركز عن الحياة الجديدة وأن الحياة الجديدة ده مش معناها خالية من الألم حياة جديدة فيها وجع لكن فيها رجاء فيها سعادة بالمستقبل الأبدي اللي مستنين أظن السنة اللي فاتت لقيتكو شطرين فإيه بدأنا نتعلم نحفظ بعض الأصفار في كلمات حد فكر حاجزة كده غالبا يعني نشكر ربنا إنه الناس كلها بتنسى لكن هيفضل عندي رجاء برضو إيه ماشي الأول ناخد أسهل حاجة التكوين التكوين ده هنحفظه في ست كلمات هو الغرض من الحركة دي إيه إن الواحد يبقى الكتاب كله يعني مترتب في ذهنه الكونتنس بتاعة أي كتاب واضحة في ذهنه فالتكوين جانسيس هي كم 50 أسهل خمسين إصحاح طب هنحفظهم إزاي هنحفظهم كالآتي من واحد لخمسة هنسميهم آدم آدم ده معنى إيه الكرياشن إنكلودد وقصة السقوط آدم وحاولة مكاله وبعدين قيين وهبيل المهم ده كله ده ريليتد لآدم فهنقول من واحد لخمسة آدم بصوا عشان تحفظه من 6 إلى 11 نوح يبقى هنا بقى لما ربنا زعل وبعدين قال له اعمل فلك وابتدى يعمل الفلك وبعدين المطر نزل وبعدين الدنيا غرقت وركب الفلك وطلع من الفلك وجاب سامو حامو يافس كل الحكايات دي في الإصحاحات دي أوكي يبقى آدم واخد خمسة ونوح واخد ست تقريبا ماشي إبراهيم بقى ياخد 13 عشان إبراهيم ده شخصية مهمة قوي ياخد من 12 إلى 24 كل حكايات أبونا إبراهيم بقى من ساعة ما ربنا اختاره وعاش في الصحراء وموضوع اللوت لما سابه وبعدين إزاي أنقذ لوت وبعدين حكاية هاجر وبعدين إسماعيل وبعدين ربنا أدى له إصحاق وبعدين دبح إصحاق وإصحاق ما ماتشه كل الحكايات دي هنسميها إبراهيم كده خلصنا نص التكوين خلي بالكم يبقى آدم وبعدين نوح وبعدين إبراهيم سهلة مش كده إصحاق ما عليهوش كلام كتير ياخد ثلاث إصحاحات إصحاق 25 26 27 بس فيهم شاف المسيح مرتين على قد ما ثلاث إصحاحات لكن شاف فيهم المسيح مرتين يجي بقى شخصية يعقوب تاخد تسع إصحاحات من 28 ل 36 آخر شخصية يوسف ياخد من 37 وثلاثين لآخر السفر سهلة تأسيب بقى مش كده لما تفكروا فيها التكوين عبارة عن six characters كبار طبعا related بقى characters كتير قوي زي سارة مثلا مرت إبراهيم هتبقى في الجزء بتاع ابون إبراهيم لو حطيت هبيل هيبقى related لآدم لو حطيت إخوات يوسف يبقى تبع يوسف فهتقدر تلاقي أي حكاية بالطريقة دي تعالوا نقولها مرة أخيرة وبعدين نسمع عاوزين نسمعها وهننور النور عشان أشوفكم يلا يبقى أول شخصية من واحد لخمسة آدم وبعدين من ستة لأحداشر وبعدين من اتناشر لأربعة وعشرين وبعدين من خمسة وعشرين لسبعة وعشرين إسحاب وبعدين من ثمانية وعشرين لستة وثلاثين يعقوب أخيرا من سبعة وثلاثين لخمسين بصوا تعالوا نقولهم رفلي كده من غير أرقام إذن التكوين بيقول إيه؟ هقولها بجملة واحدة وركزه معايا آدم نوح إبراهيم إسحاب يعقوب يوسف سهلة؟ خل الصفر التكوين يابا لاش يلا نقول مع بعض ها؟ آدم نوح إبراهيم إسحاب يعقوب يوسف مرة أخيرة ها؟ آدم نوح إبراهيم إسحاب يعقوب يوسف خلي بالكم اللي احنا قلناه في خمس دقائق ده خد على الأقل حوالي ثلاث تلاف سنة نذكر ربان وإحنا عاديين كده تقريبا يعني إنما جانرالي قدين عرفنا التكوين بيقول إيه؟ تعالوا ناخد حاجة من العهد الجديد أكتر إنجيل بيتقري الفترة اللي احنا فيها دي إنجيل يوحان إنجيل يوحان هنحفظه برضو بطريقة مش صعبة بس عاوز تركيز أكتر شوي يلا بقى التكرار يعلم الشطار خلي بالكم يوحان لما كتب إنجيله كانت الناس عرفت متى ومرقص ولوء كتبوا إيه؟ عشان كده يوحان لما بيحكي بيحكي حاجات مش مكتوبة في الأناجيل التاني فبيقولوا متى ومرقص ولوء بيسموهم لأن المعلومات اللي فيهم قريبة البعض أول إنجيل يوحان أغلب اللي قالوا ما كانش معروف لأنه كتب في مرحلة متأخرة يعني متى ومرقص ولوء كتبوا في الستينات وبداية السبعينات إنما يوحان كتب في التسعينات فكانت الناس عرفت الحكاية العادية عشان كده يوحان أغلب الإنجيل بيقول كلام جديد بالنسبة للجيل الأولاني هنحفظها إزاي؟ يوحان واحد هنسميه اللوغس كلنا بنصلي باكر ونقول في البدء كان الكلمة يوحان اتنين هنسميه العرس اللي هو إيه يبقى أرسق أنا الجليل يبقى اللوغس جاه وأول حاجة عملها إيه؟ جواز عشان اللوغس جاية تزوج البشرية اللي أبقى قاله كده المسيح جي الدنيا عشان البشرية كلها تبقى عرسته فبدأ بالأرس طب عشان المسيح يرتبط بالبشرية لازم يحصل إيه؟ لازم المعمودية نيقوديموس هو اللي فتح موضوع المعمودية فتسميها نيقوديموس أو المعمودية تمسي لأن المعمودية هي اللي هتربط البشرية بالمسيح واضحة؟ طيب البشرية دي كلها خطيئة الحل إيه؟ الحل في التوبة تبقى السامرية لغاية كده ماشيين ولا تايهين؟ يبقى يحنى واحد لأ ما نعرف إن انتو بتعرفوا تقرؤ أنا مش أخليكوا تقرؤها يحنى واحد اتنين ثلاثة أربعة طيب السامرية دي واحدة ست هو الرجالة ما بتتوبش ناخد راجل برضو يبقى المخلع خمسة المخلع اللي هو مريض بيت حزدة بتاعة تمانية وتلاتين سنة واضحة؟ برضو عاوزة أفكركم بحاجة الحد الرابع في الصوم الكبير السامرية والحد الخامس في الصوم الكبير المخلع اللي هما يوحنى 4 ويوحنى 5 فتقدروا تفتكروها من الصيام الكبير يبقى تاني اللغوز تجسد يتجوز البشرية العرص عن طريق المعمودية في الكلام مع نيقوديموس علموا المعمودية محتاجين نتوب على طول مع السامرية والمخلع طب لو متعمدين وبنتوب نستهل ايه؟ الإفخارستي يبقى لو متعمدين وتيبين ناخد جسد المسيح ودم يبقى يوحنى 6 الإفخارستي أطول وأهم إصحاحا الإفخارستية في الأناجيل يوحنى 7 لما نكون متعمدين وتيبين وبنتناول نمتلق من الروح القدس اللي سمى المسيح الماء الحي قدنا وعظة جميلة عن المية الحية ويوحنى قال لنا كان بيكلم عن الروح القدس يبقى 7 هو Living Water 8 نرجع تاني للتوبة لأنه مورناش غير التوب لأنه برضو الخطيئة مش سايبهنة فناخد في 8 المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ذات الفعل اللي هي اللي كانوا مسكوها في الزنا والمسيح دافع عنها وتسعة ناخد المولود أعمى خلي بالكوا برضو فكركم بحاجة كده 4 و 5 6 و راجل 8 و 9 6 و راجل والستات الأول يوحنى منتهى الزوء يحط الستات في الأول السامرية في 4 وراء المخلع و في ذات الفعل في 8 وراها المولود أعمى حد فكر حاجة؟ نجار نجار من الأول معلش هنوصل صدقوني يحنى واحد أتنين الأرس 3 4 5 6 7 8 زات الفعل 9 مولود أعمى مين اللي بيعمل كل الحاجات الحلوة دي بقى الراعي الصالح برافو عليكم يوحنى عشر الراعي الصالح تقريبا كده خلصنا إنجيل يوحنى هقول لكم ازاي اللي باقي ده سهل لقاوش اللي باقي هتلاقوا يكره معنا سهل لقاوش علاق ها عاوز ننور النور هننوره دلوقتي بس عشان الشاشة خاضر تبان يوحنى عشر الراعي الصالح من أول يوحنى 11 ليوحنى واحد وعشرين بسبوع الألام ايه رأيكو بقى في الحتة دي نص إنجيل يوحنى بيتكلم عن الأسبوع الأخير في حياة المسيح أو بيتكلم عن الأسبوع الألام لأن يوحنى 11 سبت العازر أو إقامة العازر ده اللي بيتقري في سبت العازر يوحنى 11 هنسميه العازر اللي فاكر منكم التقص بتاعنا بعد جمعة ختام الصوم في سبت العازر تاني يوم حد الزعف اش كده؟ يبقى يوحنى 12 حد الشعنين بصوا بقى 13 14 15 16 17 كل ده خميس العهد خميس العهد واخد ربع إنجيل يوحنى لوحد بس سميته الكنيسة إصحاحات الباراكليت لإيه؟ لأن ربنا يسوع اتكلم في اليوم ده بكتير عن الروح القدس لكن هو كل ده في يوم واحد يوم خميس العهد خمس إصحاحات اللي اتطلع منها على جسيماني عشان يستنى يهوزه خلاص كده الحكاية بقت طبيعية 18 هتبقى المحكمة ويوحنى الوحيد اللي ده إصحاح كامل محكمة المسيح الأكتر واحد شرحها بالتفصيل إنجيل يوحنى خادت إصحاح كامل لأنه تحكم طول الليل قدام القيافة وقدام بيلاطوس وقدام هيرودس وقدام حنان 19 يبقى إصحاح الصليب 20 يبقى إصحاح الإيامة 21 إثبات الإيامة بتاعة حدثة بحر طبري خلص إنجيل يوحن معلش هقولها تاني ما تخافوش شكلكم بلم حتى في الضلمة شايفكم بلمين يوحنى 11 قلنا العاصر وكأنه اللي بيشفي الأمراض وبيخفر الخطايا قادر يقوم كمان الميت كل اللي فات كان شفاء وتوبة لو أنتوا فكرين لغاية الرعي الصالح إنما كمان قادر يقوم العازر يوحنى 12 حد الشعنين من 13 ل 17 سموه خميس العهد أو الباركليت 18 المحاكمة 19 الصليب 20 الإيامة 21 بحر طبري أولا آخر مرة وبعدين بقى هلأخبطكم لا إحنا عندنا بيحفظوها صام يوحنى 1 لا بصوا بقى يعني إحنا بقى إيه يعني نصحصحوا معايا ننور يا عم النور يا عم مش ينفع كده يلا نصحى بقى ونحفظ بقى يوحنى 1 2 3 معمودية 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 من 13 من 13 لسبعتاشر خميس العهد 18 محاكمة 19 صليب 20 21 21 5 5 ها ما هذه الشطارة بقى المخالة 9 مولود أعمى 12 شعنين 17 خميس العهد أو البركليت 20 الإيامة 3 نقود يموس أو المعمودية 2 6 الابخارستية التناول شطرين طيب 10 الراعي الصالح طب 14 البركليت أو خميس العهد 19 الصليب 21 بحر طبارية 1 لغوس 8 ذات الفعل ذات الفعل مرأة التي مسكت في ذات الفعل طيب 4 السامرية 16 طب 13 براكليت طب 15 طب 21 طيب 6 طب مين يقولي الإصححات اللي فيها الأسرار يلا بقى شطرين ها المعمودية إصحح كام 3 والتوبة إصحح كام 4 وخمسة وثمانية طب التناول إصحح كام طب الجواز إصحح كام مين بقى شطر يقولي كهنوت إصحح كام 10 10 تنفع و20 تنفع عارفين ليه 10 الراعي الصالح و20 نفخ في وجه تلاميذه يوم القيامة يوم آب وقال لهم اقبالوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت من أمسكتموها عليهم أمسك سيبقى الكهنوت في 10 وفي 20 يبقى كده المعمودية واضحة والتوبة واضحة والتناول واضح طب الميرون الروح القدس الروح القدس أيوة تقول 13 14 15 16 كله شغال لأن كل ده كلام المسيح عن الروح القدس عشان كده يقوله إنجيل يحنى إنجيل الأسرار أكتر إنجيل واضح فيه تركيز على أسرار الكنيسة تعيشوا تستحملوا معلش عشان ما تزهقوش ناخد الموضوع الأولاني وبعد كده نصل حلوني يا أبا بسم الأب والابن والروح القدس بسم الله الواحد أمين عاوز أكلمكم عن الحياة الجديدة بس من منظور إيه يا ترى الإنسان عايش رغبة أم احتياك الموضوع شوية نفسي فلسفي لكن إحنا هم بصاته قوي ليه لأنه أغلب البشر عايشين برغباتهم لكن البشر محتاجين إيه بمعنى أديكم مثل بسيط المصريين عموما بيأكلوا عن رغبة ولا عن احتياج عن رغبة طبعا تسعين في المية من الأكل بتاعهم مش صحي يعني لو هنتكلم عن يأكلوا ربع اللي بيأكلوا يعيشوا كويس أو هما بيأكلوا كل اللي بيأكلوا لأنه لكن فهمين الفرق فده اللي هندخل فيه دلوقت مثلا أنت بتبقى عاوز تعمل فلوس كتير is it a need or a desire تعمل فلوس كتير الحقيقة is not a need لأنك مش هتاكل أكتر من مرتين ثلاثة في اليوم ومش هتلبس أكتر من بدلة واحدة في اليوم لكن ليه بتعمل فلوس كتير that's a desire أغلب البشر عايشين بطريقة what I want not what I need الحياة الجديدة أحد مفاتحها الصح أن أنا عيش what I need مش what I want لأن أكتر لنا I desire or I want actually it's not my need أحد فيهم حاجة الغد دلوقتي البداية مش كويس طيب نقولها تاني نقولها تاني ساعات تبقى ما بتحبش تاخد الدو you don't like to take the medicine but you need to take the medicine لو أنت إنسان عائل هتعمل إيه هتاخد الدو because it's a need مش كده لو أنت إنسان بصراحة مش عائل هتمشي على مزاجك فهتقول مش بحب الدو مش بتحب الدو هتموت واضحة يبقى خلي بالكم أن الإنسان العائل الحكيم الإنسان الجديد بيتحرك ببرنامج جديد اسمه what exactly I need مش what I want وده اللي بقى هنمشي فيه شوية نص ساعة كده نفكر لأنه ده الوحده ممكن يغير حياتنا كلها لو فهمت الحتة دي كل حاجة تيجي تعملها هتدخل تنام أنت محتاج تنام ولا عاوز تنام هتقول لك أبون هيعقدنا في عشتنا ايه ده؟ لا مش عقدكم ليه؟ اللي بينام تسع ساعات وعشر ساعات هو مش محتاج ينام عشر ساعات مش محتاج وعلى فكرة اللي ينام أكتر من تسع ساعات بيدخل غالبا في مشاكل صحية أو اكتئاب لأنه that's not a need فهمين الفكرة؟ والعكس بقى لو أنت محتاج تنام وما نمتش برضو يجي لك مشاكل فهمتوا؟ فالإنسان الجديد اللي احنا بنتكلم عنه هنتكلم عنه في الثلاث يام هو إنسان حكيم لأن الحكمة علامة من علامات المسيح نفسه والمسيح مثل الحياة الجديد المسيح تولد فينا أو تحط فينا بالروح القدس بالمعمودية والميرون المسيح له المجد دايما عملي وواقعي جدا فكان ممكن ينام في المركب هو بينام في المركب ليه؟ لأنه يجب أن يدفع يجب أن يدفع ليه ليس مرحبا لأن دي مركب متعبة دي مش مركب فايف ستارس لكن هماله محتاج بدال محتاج مفيش مشكل لما نراجح حياتنا هنلاقي أغلب أخطأنا ومشاكلنا مرتبطة بالحطة دي بالسؤال ده لاتني أسكيوه الفيسبوك اللي في حياتنا Is it a need or a desire؟ طب ده بياخد ساعات ساعتين وساعات أكتر انت محتاجه ما احنا كنا عايشين من غيره ومن عشرين سنة مثلا طب ليه ناس كتيرة مرة جيه شاب قال لي ايه أنا محتاج أعمل فيسبوك بس بابا وماما مش مفقين قلت له يعني ايه محتاج لأنه هو بيقولها غلط هو مش محتاج هو ايه؟ هو عاوز فهمي الفرق؟ لكن هو محتاج فعلا أشك لأنه ممكن يعيش من غير تعالوا نمشي مع الفكر زي ايه ماذا يحتاج الإنسان وماذا يرغب؟ ممكن الإنسان يرغب في الأكل أو نوع معين لكنه لا يحتاجه ودي مش شكلنا مع الصحة على فكرة أن انت تبقى عارف مثلا أن الصودة أو البيبسي أو الكلام ده مؤذي بس اتقول لك بس انا بحبه الكافي الكتير ولا كده مش كويس بس انت بتحبه طيب الشوكولاتة في اليومين دول مصيبة طبعا بس انت بتحبها هل الإنسان محتاج يأكل شوكولاتة؟ هجيد لا مش كده؟ اه ممكن يكون ساعات بس يعني لو الكالوريس كلها راحت يعني ماشي ممكن الإنسان يشتهي الغنى المادي في واحد مرة محد قال لي خدم دمه خفيف قال لي انا محتاج ضروري اشتري مرسيدس اخر موديل قلت له محتاج وضروري فهو يعني بيهرج معاها قال لي لان انا جاي اعترف لك بخطية انا بقالي شهر الموضوع شغلني بالزيادة فاضغست من نفسي وقررت احارب نفسي مش هجبها لانه هو غني غني قوي لكن لما لقيت انها بوشنج مي طول الوقت ايه ده؟ ايه قيمتها دي؟ بس طبعا واحد تاني ده عائل لكن اغلب الناس ايه؟ لا هتمشي ورا المزاج مش كده؟ هجبها وخلاص ليه؟ that's a desire it's not a need طبعا انا مش بقول ان اللي عنده مرسيدس غلطان لا انا بكلمش كده انا بقصد بس ميز هو انت ايه اللي بيحكمك في قرارك لان ده هيصلح كل حاجة في حياتك لو فهمت ممكن الانسان يبقى عنده رغبة ينام بس هو زهقان من عيشته في داخل ينام بس هو مش محتاج ينام هو بس متغاص فقال لك ايه حاوله نام لكن هو الحقيقة محتاج يعمل حاجة غير كده بس هو مش فهم بالزاد الحركة جماعة تلاقينا كلنا نقولك انا تعبان اقول في مصر بيقولوها ايه وما تزعلوش سوري اشيلوها من التسجيل ويانتخ هارفينها دي؟ وصلت عندك ولا لا؟ ما وصلتش لا دي بقى في مصر شغالة تمام يعني ريح بزيادة الحقيقة صحيا الانتخة مضرة كده واخذين بالكم انما هو هي فيلز ان هو محتاج هو مش محتاج هو مزاجه انه يريح كده ويقعد قدام التليفزيون وبالريموت ويقعد زهقان من عيشته كده وعمال يأكل كل ده غلط لان هو المفروض يقوم يصلي يقوم يقرى الانجيل يقوم يشطى بالبيت ينزل يزور حد يروح الجام حتى يلعب برياضة ده اللي محتاجه بجد سوى مش بيفكر في اللي هو محتاجه وبيفكر يعمل ايه كمزاج هنا نقطة مهمة ازاي الواحد يكتشف اللي احتياج بتاعه عشان تعيش حياة جديدة حياة صح حياة ثمينة عارفين ايه قيمة الموضوع ده جماعة ان الساعة اللي بتروح مننا ما بترجعش والساعة اللي عيشت فيها بالمزاج رحت والساعة اللي عيشت بيها بالاحتياج كسبتها تات سيمبل لما تعيش بالكمبيوتر بتاعك الماستر بتاعه هو اللي بيقول لك تعمل ايه غير خالص لما تكون ماشي بالمزاج والدزاير اكتشاف اللي احتياج ببساطة في حاجة اسمه احتياجات جسدية محتاج تاكل محتاج تشرب محتاج تنام بدليل ان ربنا يسوع لما لقى الناس جاعت قوي وقف الوعظة وقلهم اعطوهم لي اكلوا because it's a need تاني يوم مشوا وراه مدهمش اكل اللي ليه كان الدزاير ماشيين وراه هما مش جاعتين بس الاكل ببلاش يا عم بيجيب لنا اكل ببلاش فالاكل اللي ببلاش عجبهم بس هو الحي مرضهمش ليه لانه انتو مش جاعتين دلوقتي قال لهم لا مش هديكوا اكل تاني يوم بصوا التعبير الكتابي ده إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما يعني المفروض الانسان الطبيعي يأكل ويلبس and that's it يركز بقى في حاجة مهمة عشان كده المسيح قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون لانه الاكل ممكن يبقى سهل قوي اللي يكفيك ولا لأكساتكم بما تلبسون هذه كلها تطلبها الامم اطلبوا انتم حاجة اهم ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم لانه لانه نحتاج ده المهم ده الاهم إنما لا نحتاج ان احنا ناكل دي كرومي كل يوم بس محتاجين نلبس أشيك حاجة في الدنيا حتى لو لبسنا شيكا بكرا هنبقى في القبر كلنا والناس هتنسانا إذن احنا بنتحك على روحنا لما بنعتبر ان الشوپنج ريال نيد في حاجات اه نيدز لكن في حاجات كتير قاوي في الشوپنج مش نيدت طيب في احتياجات كمان اسمها احتياجات نفسية اللي دارس منكو شوية سايكولوجي او كاونسلين او كده ساعات يقسموه حاجات كتير قاوي بس اكتر حاكتين كل علماء السايكولوجي اكدوا عليها نيد اوف لاف نيد اوف سيكوريتي انه دو ميجور نيدز ما ممكن تبقى تقول نيد تو بي أبريشيتد نيد تو يعني سلف اتشيفمنت نيد اوف ريسباكت نيد اوف بنتيليشن او كي بس هو كل ده هتلاقي رياليتد لوف ان سيكوريتي يعني فيه احتياج حقيقي عند كل الناس للحب وللأمان الطفل اول ما بيبعد عن بابا ومامته بيعيط ليه احتياج للحب والأمان انت لما ولادك بيهاجره بتحس شوية انك مش مبسوط لانه كان فيه نوع مستسفاكشن من الحب او انت بالذات لما بيحصل زعل مع حد قريب يو فيل انسيكورد لانه ده واحد مهم عندك فلما بعد عنك حسيت بعدم امان لما تجبر في السن محدش بيجبر في السن لكن يعني كلم عن الناس مش معانا لما يعجزوا قوي بيحسوا ان هم محتاجين يحب محتاجين الناس تسأل عليهم وبعدين ممكن يفكر هيكفي فلوس الدواء تقول عمرك ما بتفكرش في الفلوس بس كايندوف سيكيوريتي ابتدى يخاف يا ترى الفلوس هتكفي للدواء يبقى في حاجة اسمها احتياج للحب والأمان هل كل علاقة عاطفية فاهمتوا بقى السؤال فاهمتوا بقى السؤال يعني لما شاب يحب واحدة وهو ستتاشر سنة لا ده مزاق لا ده مزاق لانه ده لسه مش ماتيور اخذين بالكم فيبقى خلي بالكم مش كل بقى معناه ان الحب ده اخده من اي مصدر لا في فرق بين الاحتياج وبين الديزاير وخلي بالكم الحب بالذات غير خالص السكس او الاموشنز الحب اكبر كتير من الكلام ده الحب اكبر يعني مفيش حد مش محتاج حب الطفل محتاج حب بس هي ده لا تحتاج سكس لكن محتاج حب اش كده؟ كبار السن ممكن يبقى need of physical سكس بقى ضعيف جدا مش فارق كتير لكن need of love مستمر اخذين بالكم وطبعا بتختلف من راجل لسات يبقى واضح انه حتى need موضوع relative شوية لكن كل الناس عاد تتكلم I want حسب من بقى desire والارادة دي لانه ممكن تكون اللي انت بتقول انا عاوز او ساعات تقولها بقى تغش روحك تقول انا محتاج لا انت مش محتاج انت عاوز وده سر اللخبطة اللي في العالم كله الناس محتاجة تتجوز لكن مش محتاجة تعيش في اللخبطة لا ده في فرق بين الاحتياج وبين المزاج او الديزاير او الرغبة ايا كان شكلها في احتياجات روحية في حاجة اسمها احتياج الى التوبة ليه؟ كل الناس بتغلط حتى غير المسيحيين بيغلطوا وبيجي لهم احساس زنب في احتياج ان الواحد يساي سوري في احتياج لكده بجد في احتياج للصلاة لانه اي انسان عنده احتياج لحد اكبر منه يتكل عليه في احتياج للخلوة انك تهدى شوية لسه ابونا كان بيعلمني انه البرنينج اوت ده موجود كتير قوي دلوقتي طب هم احتاج تريلاكس ده احتياج بجد مع الناس المشغولة قوي انت عندك احتياج بجد تاخد اجازة اكتشفت في بعض الدول غالبا عندكم ان الناس المهمين بيدهم اجازة بالعافية مش بمزاجهم يعني لما يلاقوه شغال 6 شهر كده 12 ساعة كل يوم بيطلعوله اجازة بالغزب لانه كده خطر عليه وخطر على المؤسسة كلها طبعا احنا في بلادنا عشان ما حاش بيشتغل ناخد اجازة بالغزب ازاي هي اجازة على طول لكن في البلاد اللي فيها شغل جامد بيدهم اجازة بالعافية ليه لان داري زنيد ناو في احتياج بجد انك تاخد اجازة طبعا ده لما يكون في شغل جامد طبعا انا حاطت هنا العكس بقا بحط لكم رغبات بتغطي عن نيد يعني غلطة مشهورة للزي او للخدام ان انا اي نيد تو براي بط اي لاف تو سير فهمتو الخداع ممكن يحصل ايه ان انا الاقي نفسي في الخدمة بط داتس نوت ماي نيد انا محتاج اصلي اكتر من ان انا اوعز او اتكلم مع الناس لكن اتس ايزير فور مي ان انا اي اخدم فهمتو الفكرة فاكريين ماريام ومارسة ماريام عملت الصح مارسة كانت بتحب تشتغل في المطبخ وتشيل وتحط وقعت في الهم والقلق والغلق بس ماريام كانت صح لان في الوقت ده النيد كان قاعد يسمعي ربنا بيقول ايه ده اهم مش الريل نيد انك تعملي طبيخ للتلاميذ مش مهم انت عاوزة تعملي كده عاوزة عشان تثبتي نفسك ده موضوع تاني مثلا الحاجة للصلاة فيه شماس تلاقيه مسك المايك ما تزعلوش الشمامسة انا بيني وبينهم طار اصلي لكن ايه ساعات الشمامسة اعملوا حاجات تزعل يبدل يقول الحان غريبة محدش عارفه ويطول والناس تنام وتصحى والناس تطفش من الكنيسة هو الحقيقة هذا ليس محتاج هذا محتاج هو عاوز يغني فاهميه ازاي؟ وما عندوش فرصة يغني يعيني فايه؟ لازم احنا بقى نسمع لكن لو هو بيصلي من قلبه بجد هذا محتاج لو هو بيقول اللحن من قلبه والناس بتقول معاه ده احتياج الكنيسة كلها انها تصرخ لربنا من قلبها اسكيوز ميه الحاجة للخلوة وصدها برضو ايه؟ الرغبة في الميديا مرة كان واحد عندي بيعترفه قريب قال لي كده قال لي انا ببقى عارف اني لازم اقعد مع الانجيل خادم حال والكمبيوتر قدامي وصابعي بتاكلني عاوز افتح الفيسبوك وبقى لي شهر كل ما افتح الفيسبوك مقرش الانجيل انا متأكد اني محتاج الانجيل بس انا بقيت زي الادكت للفيسبوك فهمت المشكلة بتوصل لايه؟ ان انا بقى بقى انا عارف ان الانجيل مهم ومقتنع وبقول لولادي في مدارس الاحد كده بس الديزاير عالي عاوز اعرف قاله ايه بنهارده اخر نكتة ايه؟ طب كلام مش مهم بس هو خلاص بقت رغبة خلي بالكم بقى الشيطان بيعمل ايه؟ اشتغلش عن نيدز خالص الشيطان يفضل يخلق كلها ملهاش لازمة كلها مش مهمة زي الموضة مثلا الموضة بتعمل نوع من الديزاير سوري الغبي يعني ما تزعلوش من اللي اقول انا راجل فلاح وصيدي بالزم البنطلون المظبوط ولا المقطع احلى ويبقى المقطع اغلى طب بيعملوا في روحهم كده ليه؟ مش الاسهل نجيب حاجة كده مظبوطة وبعدين الفستان لما يبقى طويل ومليان أشيك لما يبقى خمسة سنتي كده وعشرة سنتي وبعدين يبقى اغلى اديني مخك ده مخ شطان طبعا لو فكرت في الريل نيد الفستان سطرة مفروض يعني بيلبسوه عسان الناس بتلبس الحيوانات ما بتلبس البني قدمين بيلبسو ده يعني آلف به دلوقتي ما بقيت فاهم بيعملوا كده ليه؟ لأنه الشطان يشتغل على الدزاز بكل يعني قوته انت محتاج تجاهد كلنا ما عندنا احتياج ان احنا نصلح في نفسهم ما حادش فينا كامل لكن عندنا رغبة خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه اللي فكرت ايه؟ احنا كويسين لازم اتعلم الصبر انا كويس على كده لكن احنا عارفين انه في نيد ان انا ابقى احسن من كده هذه بقى واضحة جدا انتو عارفين ان احنا كلنا we need badly to give عشان ندخل السماء محتاجين نزود جدا في العطاء لان العطاء طريق للسماء لكن احنا we like to a to take فهمنا لو انت فهمت الانجيل صح لو واحد جبني الجحيم دلوقتي انا في رأيه اول حاجة هيعملها هيطلع كل فلوسه ويزعها على طول عشان يحاول ينقذ موقف انما اللي عايشين ولسه مش فهمين الجحيم كل يوم عاوز فلوسه تزيد فالمسيح قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ you feel like you need to take but actually you need to give انت محتاج تدي بس الدنيا اقنعتك انك محتاج تاخد فعايش شحطه لعمرك عامل ايدك كده معاين المفروض تعمل ايدك كده او تعمل العكس فيبقى هنا في قضية خطيرة حتى الاحتياجات الواحد مش فهمها صح الحاجة الى الغفرة كلنا عندنا احتياج شديد to be forgiven لانه كلنا عندنا guilt وguilt feeling انما اغلب الناس يعملوا زي ادم وحاو فاكرين ادم وحاو عملوا ايه سطروا على نفسهم بشوية تين ورقتين you don't need to do this you need to say sorry to be forgiven بس هم they like the idea of covering themselves عرفتوا ليه المسيح زعل ساعتها لانه كان المفروض ادم وحاو يجري على باباهم يقولوا لهم سوري غلطنا عملنا وحاجة وحسا زي اي طفل بيجري انما هما they did not say sorry ممشوش ورا ال real need مشو ورا ال desire ال desire ايه ما حصلش حاجة بتغطي على نفسك وخلاص كل الناس بتتجمل that's not a need انك تتجمل والناس تبص عليك تفتكرك كويس وتعيش التمثلية دي طول العمر انت عمرك ما بترتاح نفسيا ما بترتاحش عارف ليه لان that's not a real need ال need الحقيقي انك تقول انا وحش يا رب صلحني سامحني ده بقى الاحتياج اللي بجد الحاجة انك تواجه نفسك لكن اغلب الناس بتعمل ايه بتغطي على اخطاقها او تتجمل او ترق حتى في الخدمة يا جماعة عشان نصوكوا على الاهل اللي بيخدم او اكتر مش كل رغبة في الخدمة بريئة ساعات في ناس بتدخل تخدم مش حبا في الله ولا حبا في الناس ساعات بيبقوا عاوزين يخدموا عشان يثبتوا نفسهم او عشان يملوا وقت الفراخ الشاطر اللي يسأل نفسه هو انا بخدم ليه كل شوية هو انا عاوز اوصل لايه هو انا محتاج ده ولا لا ودي بتباني عارفين في ايه يا جماعة لما يكون في مكان مؤين هل تسيبه للي جنبك او للي بعدك ولا تمسك فيه جامد لو مسكت في المكان في الخدمة زيادة قوي غالبا انت مش محتاجه انت عاوزه انت عاوز تفضل امين خدمة انت عاوز تفضل مسيطر انت عاوز تفضل الناس تشاور عليك انت مش عاوز حد يكبر جنبك مش عاوز حد يخدم غيرك وتبقى بتدي في الخدمة وبتقول محدش حاسس بي وتمينت انت عندك مسكلة انت مش محتاج تعمل ده كل انت محتاج تلات جو محتاج اللي بعدك يشيل معاك ترجع بقى حب ربنا وشوف ربنا عاوزك تعمل ايه يا رب انت عاوزني اعمل ايه انا مش همشي بدماغي عاوز امشي بدماغك يبقى حتى في الخدمة ساعات وده اللي بيعمل المشاكل في الكنيس المفروض الخدمة تبقى سبب سلام ليه الخدمة احيانا سبب نكد لانه فتبقى الناس اعتبرتها مناصب واعتبرتها ايه يعني حق بقى وحاجات كتب ساعات يبقى الغرض ان الواحد يظهر او يتنافس او يعني مجرد بصوا بقى الحاجة الصحة اوي في الخدمة ايه مياه كثيرة لا تستطيع ان تصفق المحبة السيول لا تغمرها ان اعطى الانسان كل صرود بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا هو ممكن واحد يدي فلوس كتير ما يكونش عنده محبة ممكن عشان الناس تسقفل لكن الاهم عند ربنا ايه القلب القلب هو اللي هيحكم في الاخر بتحبيني بجد ولا لا فاكريني السؤال الخطير اللي المسيح سألوا البطرس يا سمعان ابنيونة ايه بتحبيني اوكي يلا خدم ارعى خرافي لانك بتحبيني انت مس بتدور على بطرس انت بتدور علي انا يلا جو اهد واخدم نحتاج ان احنا ندرس احتياجاتنا بعمق لان الحتة دي جماعة صدقوني هتريحنا جدا بيقولوها بتوع النفسية واحنا بنقولها من الناحية الروحية انت محتاج تفهم نفسك وتفهم احتياجاتك لانك ساعات تكون بتعمل اللي غيرك بيعمله بس انت محتاج حاجة تاني غير اللي غيرك بيعمله انا اقولكو حاجة بيرسونل معلش لما ترسمت كاهن بقى عندي تشالنج ان انا اثبت نفسي ككاهن زي كهنة الحلوين او اللي قابلي واللي حوالي فاي واز كنت دايما استرست لانه اتس اتشالنج انك تترسم مع كهنة محبوبين ونكحين فلايك اني كارير يعني الواحد دخلها بطريقة ما كانت فكرت بالطريقة رحت مرة لابونك كبير بقول له انا مش مبسوط انا دايما حاسس اني اقل من كل اللي حوالي قال لي انت ليه بتحاول تبقى زيهم بصوا بقى الكلام ليه بتحاول تبقى زيهم ليه لازم تعمل بالزبط زي ما كل دول بيعمله انت شوف ربنا عاوز منك ايه واعمله انت مش محتاج تبقى زي فلان بالزبط لانه هو تلنت في حاجة غيرك وفلان ده مختلف عنك وكل واحد فينا له وزنة مختلفة مش لازم تبقى copy من فلان ولا فلان be yourself افهم انت ربنا عاوز منك ايه وبعد كده هتعرف تنجح في ايه واضحة الفكرة اللي عاوز اوصلها يبقى هنا انا محتاج ايه انا محتاج اصلي محتاج اتوب محتاج اقاوم حاجة غلط جوايا محتاج اقرأ الانجيل اكتر محتاج احب الناس اكتر محتاج ابعد عن الناس شوية ممكن تطلع حاجات كتير قوي انا مش فهمها عن نفسي واطلع ان انا بعمل ما يطلبه المستمعون يعني ناس بتعمل ايه نعمل زيها طب وبعدين you are not happy لانك مش عايز بالneeds عايز بالdesires وساعات تبقى الdesires بتاعت الناس مش بتاعتك لانه فيه ثلاث مشاكل what god wants you to do what do you want to do what people wants you to do فيه ثلاث حاجات الحياة الصحة بتاعهم ايه ربنا عاوز مني ايه مش انا عاوز ايه ولا الناس expecting مني ايه مش مهم الناس قولها ينفعوني بكرة ولو فضل طرد الناس كلها مش هرتاح ولو عملت كل اللي في مزاجي مش هرتاح عارفين هرتاح امتى لما اعمل اللي ربنا عاوزه مني هحس بقى بالايه بسمها الانجيل كلمة جميلة قوي abundance of life أو life abundantly يعني ايه اللي هي better life ساعات تكون لهم الحياة افضل الحياة الافضل هو لما تعرف بالزبط انت بالذات مفروض تعيش ازاي وإيه اللي انت محتاجه أو إيه اللي ربنا مستنيه منك طبعا ده كمان في الخدمة مهم ليه هقول لكم حاجة جماع معلش اقول تطبيقاتهم ما تزعلوش برضو الام المصرية بتعمل ايه بتهتم بحكتين في حياة ولادها يأكلوا كويس ويدخنوا ويتعلقوا ويذكروا كويس that's her desire لكن هو ربنا عاوزها تعمل ايه تركز على حياتهم الروحية آخر حاجة طب هم عاوزين ايه هم عاوزين ماما تلعب معاهم تحكي معاهم تسمعهم تتحك في وشهم ماما دايما عصبية ليه مش بيذكروا كويس ومش بيأكلوا كويس فهمتوا المشكلة مش ازاي يا ماما ربنا عاوزك تركزي في الصلاة والانجيل والكنيسة وهم كمان عاوزين احتياج حقيقي يلقوا ماما الحلوة اللي يحكوا معاها ويلعبوا معاها انتي لا عملت احتياجهم ولا عملت ارادة ربنا انتي عملت ايه اللي الناس بتعمله الناس بتعمل ايه بتذكر وتاكل وبعدين بعد 15 سنة يجوا يقولوا الولاد بيعدوا عن ربنا الولاد هيجننونا الولاد واجعين قلبنا we are the reason simply لان لا فكرنا العيال محتاجة ايه بجد ولا فكرنا ربنا عاوزنا نعمل ايه احنا فكرنا احنا عاوزين نعمل ايه i want my son to be the best the best في ايه عشان يطلع الاول في الكلاس يعني اوكي so what وبعد عشر سنيني بادكت هو ده اللي انت عاوزه مثلا wait a minute فكر كويس ولا انت عاوز ابنك بيحب ربنا عاوز ابنك قديس عاوز ابنك سعيد he is not happy انا مرة جايلي طفل قاعدة عايت قال لي انا تعبت انا مش عاوز عايش ليه حبيبي كده he is seven years old قال لي ماما بتاخدني كل يوم يا درس يا باسكتبول يا سويمينج انا مش لاحق انام يا بونا امازن الطفل بيقول اعوز انام ومامته ما بتناموش بينام في العربية من الدرس للسويمينج ايه العيشة الغلط دي اصل مامته wants to prove herself at the best mother عيالها شطرين قوي في المدرسة وفي الرياضة يا شيخ اسمعي ابنك ده ابنك عائل عنك بجد هو اللي بيقولي كلام الطبيعي اللي هي مش رادي تسمعه يبقى الواحد لازم يسأل الاحتياج ايه عارفين ازمة الشباب في الكنيسة دلوقت ايه ان احنا we never think this way هم عاوزين ايه احنا بنفكر احنا عاوزين نديهم ايه بس هم عاوزين حاجة تاني عاوزين حد يسمعهم عاوزين يشبعوا بربنا كأب طيب مش عاوزين واحد يمسكهم في الوعزة كل يوم يسمعهم كلام زي السم وقولهم انت وحشين مش عاوزين ده مش عاوزين يعودوا القعدة دي ما بيحبوهاش عاوزين يتحكوا ويتنططوا عاوز تنجح في خدمة الشباب study their needs قبل اي حاجة عاوز تخدم فؤرة ما تقولش انا معايا فلوس قد ايه بتباوز الفؤر قول الفؤرة محتاجين ايه مش محتاجين فلوس على فكرة خلص محتاجين development محتاجين يعيشوا حياة كريمة محتاجين values محتاجين education محتاجين medical coverage لكن مين قال ان الفلوس هي اللي احتياتكم خلص يبقى هنا اللي عاوز ينجح هيفكر دايما كلمة needs دي بقت كلمة مهمة قوي في العالم حتى في علم التنمية لما درسنا development community development اول chapter مهم needs assessment عشان تغير اي مجتمع او تغير اي شخص اعمل evaluation هو ايد نيدز الحقيقية البنات تعبانة ليه فيه needs مش لقينها الشباب بيروح للالحاد ليه they need to understand christianity احنا ما بنعمل لهم شكت احنا عاديين ندي دروس في مدارس الاحد لكن اول ما يستق مع حد بيكلم في الابولوشن بتلاقيهم لخبطوا تاهو ليه عشان we never satisfy their needs يبقى انا بختم خلاص طويلت عليك وسمحوني تعالوا فكر بطريقة ال needs اسأل نفسك انت محتاج ايه ممكن تكون محتاج تتمشى كل يوم نص ساعة انت ما بتحبش الماشي but you need it وقف دماغك واسمع الكلام انت ممكن تكون محتاج تعترف بس انت ما بتحبش اللي اعترف but you need it روح واعترف ممكن تكون محتاج تصالح مراتك او اخوك انت مش عاوز تصالح but you need it عشان تدخل السماء انت ممكن تكون محتاج تطلع فلوس وكفاية تحويش لكن انت مش بتحب تعمل كده but you need it badly انت ابنك محتاج يقعد معاك يحكي بس انت متحبش كده عشان شغلك but he needs it واضح الطريقة اللي انا مفكر فيها لما تسأل نفسك انا عاوز ايه ولادي عاوزين ايه الشباب عاوزين ايه المسيح عاوز ايه كل قراراتك ممكن تختلف صدقوني كل قراراتك ممكن ترجع تقول ايه اللي انا بعمله ده كل اللي بعمله تقريبا مش صح هتلاقوا waste of time فضيع في حياتنا هتلاقونا اغلبنا ايه بنمشي ايامنا كده لكن انت ما عندكش vision واضح لانك يظن know the needs of yourself and your people فالحل دايما اسمع لو سمحت اسمع نفسك اسمع اللي حواليك اسمع ضميرك اسمع اب اعترافك اسمع الشكاوى اسمع ربنا ربنا اكتر واحد فاهم بقى الانسان الي جاله stress خلاه يوصل الى حالة اقرب للdepression وقال له رب خدني كفاية كده الي ما كانش فاهم his need فاكرين ربنا عمل ايه قال له سيب الخدمة تعال الجبل يسيب الخدمة رب ده مسؤول عن شعب ده لسه قبلها بيوم حوالي مئة الف واحد رجعوا ربنا ده عشان يفولوا دم اب مش هينام قال له سيب الخدمة تعالى هعادوا في الجبل الاربعين يوم that's the need he needed انه يهدى خالص وانه يبعد عن الدوشة خالص وانه يسمع صوت ربنا تاني وانه يتفرج على الزلزال والنار والزوبعة وانه ربنا يفكر معاه يقول له ترجع يا إليه تعمل إليش على تلميزك لأنه ما ينفعش كده لسه قب من أباء كنستنا الحلوين نشكر الله أن احنا كلنا عيلة ببعض قال لي أبونا تعالى عاوز أقولك حاك أنت ماشي فلط أنا أبونا خير الله ما جعله خير احنا أخوات في بعض قال لي وبعدين في خدمات أنت ما سكها أنت ما شفتش مين بعدك أنت محتاج بسرعة تفكر مين اللي هيشيل الخدمة دي شكرته جدا لأنه بيفكر صح الموضوع ما ينفعش يمشي كده لازم نفكر كلنا هتمشي إزاي الحكاية طالما الحكاية بتزيد إنما لو أنا قاعد بسد خانة وخلاص ما تغلط المسيح لو المجد كان مركز مع التلاميذ عارفين ليه عشان لما يصعد لكن لو مشي على هوا الناس كان كل يوم معزة وكل يوم معجزة وخلاص لكن هو كان بيدي وقت للتلاميذ زيادة لي دات دريل نيد إن كنيسة تستمر بعد صعود المسيح كان لازم التلاميذ دول ياخدوا بقى ايه اهتمام أكتر تعالوا نفكر تاني وبعدين أختم بالآية الجميلة الآية دي بقى أنا بحبها بعرفين ليه من خمسة وثلاثين سن كنا في مؤتمر في بني سويف وقالنا كاهن صعيدي اتكلم عن الآية دي فأي الله الآية دي لأنه ما نساش الوعظة من خمسة وثلاثين سن قال اتكلم قبل ما يكون فيه سايكولوجي بقى وكريستيان كامسلين وفتاع قال يملأ إلهي كل احتياجكم يعني ايه كل شاب فيكم زمان بقى لازم يعرف احتياجه ويعرف ان الاحتياج ما يتمليش غير بربنا you need to be loved لكن اللي يملأ الاحتياج ده ربنا you need the security اللي يملأ الاحتياج ده ربنا you need انك تنجح اللي هينجحك ربنا انت محتاج غفران اللي يديك الغفران ربنا محتاج انك انت تنظم حياتك اللي هيسد النظام اللي هيعلمك النظام ربنا يملأ إلهي كل احتياجكم my god shall supply all your need according to his riches and glory by christ jesus فالها كان أول مرة أخد بالي من الآية دي وخلي بالكم بوليس كان بيقول الآية دي هو في السجن وهو محتاج كل حاج محتاج الناس تسأل عليه ومحتاج security لأنه هيقف يتحكم قدامنا يرون نيرون مجنون ومحتاج أكله شرب لأنه سجن روما ده كان بشع ومع هذا هو عاش بالمبدأ ده عشان كده الرسالة دي رسالة الفرح he was so much satisfied مع أنه كان في سجن وسجن وحش ليه؟ لأنه عارف يدوء يعني إلهي يملأ احتياجي يسد احتياجي كنت قاعد مع أرمالة شابة بقول لها حفظي على نفسك خليكي بنت ربنا فرحي ربنا قالتلي اطمن علي يا ابونا ربنا ما لي كل احتياجاتي أنا فرحانة بي وشبعانة بي ومش بفكر حتى في الجواز ومركزة قوي في خدمته في الصلاة ما تخافش علي يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناءه في المجد في المسيح يسوع اللي إلهنا كل مجد وكرم الأبدا هنختم بعشر دقايق الصلاة وبعدين بقى بريك لغاية تسعة ونص اللي عاوز الإنجليش لكتشر هيجي بعد كتاب هاني هتقول تنبيه عايزين بس نفكركم بسرعة إن السكاوت بيفكروكم الناس اللي عايزين إذا كنت تحتاج لأرمالة شابة أو لأرمالة شابة يحتاج لأرمالة شابة عندهم في السكاوتناك في الكانتين